تفاقمت في الآوينة الأخيرة ظاهرة مزاجية سائق التكاسي حيث أصبح من الصعب على المواطن أن يجد تكسي يقله إلى مكان حاجته فلم يعد يكفي للمواطن أن يبحث عن تكسي شاغر لتنتهي معاناته بل تعدى ذلك لتصل إلى مزاجية سائق التكسي في التوصيل وسادت هذه الظاهرة في فصل الشتاء بعد أن كانت مقتصرة على الصيف وبدورها قامت الحقيقة الدولية إجراء مقابلات مع عدد من سائق التكاسي الذين قالوا أن سائقي التكسي يتجنب الذهاب للشوارع التي تشهد أزمات سير خانقة مما يتسبب بخسائر لهم نعم فيه موجود فيه عندك يعني تقدر تقول 30% مزاجي وخاصة الجيل الطالع يعني الشباب الشباب يعني يعني زلما يجوزني أي إنسان يجي بطلع بطلع ينبى فيه شباب يقول لا بطلعش أنا ما نوديني من النصفية فيها عدوار السادس مدران أنا بطلعش عدوار السادس يكون مش مستعد العداد يعني نص دينار بس كمان فيه هلاك مقابل الله يكره واحد عقله يعني احنا مشغلين على العداد يعني فيه مزاجية فيه مزاجية كثير واغلا فيه مزاجية والله كل واحد حسب مزاجه يعني الطلبة لي ودواياه يزموا ولم ودواياه يخليه على الشارع يا أما يعطي زيادة وإذا قالوا يعطيني زيادة دينار يركبه طبعا هي ظاهرة بالنهاية لأنه شوف شفير تاكسي بالنهاية يعني ممكن أنه مثلا أموره بحسبها من ناحية مادية إنه أنا مبتوفي معي لأنه أنا ما أخذ التاكسي ضمان أرشون بس المواطن ما يدفع طبعا هو القانون قانون بالنهاية بس هو مرات فعلا فيه بعض الشفيري بيكون مزاجي فيه بعض من الأماني بيكون يعني كثير متفاهمين أرشون مواطنون قالوا أنهم يواجهون مشكلة في التنقل من مكان لآخر حيث يواجهون بعض سائقي التكاسي الذين يرفضون الذهاب إلى الأماكن التي يرغبونهم بالذهاب إليها هذه المزاجية أنت شفية التكاسي موجودة دائما 24 ساعة خصوصا إذا الواحد بيكون مثلا في ظروف شتاء أو ظروف برد بيتلاقي بيشغل ويريد أن يروح مثلا على منطقة الداخلية أو على منطقة طبربور أو على الوحدات بيجيب ويقول لك ما بيطلع طب ليش؟ بيقول لك أعطيني الزيادة طب ليش أعطيك الزيادة؟ منت عدادك شغالي يعني ليش أعطيك الزيادة؟ اللي بيقول لك أنا ما بيطلع وفيه والله فيه منهم ملاد حلال يعني حرار شارع الجامعة أنه تكسي أشرت له كانت فيه بنت قدامني قدامي أشرت له ما أرد أن يوقف لي راح أخذ البنت وظله طالع لشباب ما بوقفوا نصا ما بوقف للشباب ويذكر أنه يتم ضبط أي سائق يرفض التحميل دون مبرر ويتم مخالفته مبلغا مالي كما يتم حجز رخصه وتحويله إلى الحاكم الإداري خضر ملكاوي الحقيقة الدولية